تعهدات بايدن بالسير على خطة ترامب في التعامل مع الملف النووي الإيراني ليست جدية على ما يبدو في ظل السياسة اللينة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الجديدة في هذا الملف صحيفة واشنطن فريبيكون ذكرت أن إدارة بايدن تخلت بهدوء عن العقوبات المفروضة على إيران وسمحت للنظام الإيراني ببيع الكهرباء للعراق وفقا لإختار حصلت عليه الصحيفة والذي تم تقديمه إلى الكونغرس في نفس الوقت الذي استؤنفت فيه المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وطهران هذا الأسبوع ويعتبر هذا الإعفاء بحسب مسؤولين سابقين في إدارة ترامب بمثابة هدية يقدمها بايدن لإيران هدية بلا مقابل فمسار المفاوضات في فيينا أثبت فشله وإيران تواصل تخصيب اليورانيوم ولم تقدم أي تنازلات وبنفس الوقت تصر على التغيير في جوهر المفاوضات بما يتناسب مع مصالحها حتى تعود إليه الأوروبيون الذين كانوا متفائلين بمباحثات فيينا أقروا بعبثيتها إذا بقيت بهذا الشكل حيث شدد المنسق الأوروبي لهذه المباحثات على أنها لن تستمر إلى الأبد ويجب الوصول إلى نتائج عاجلة في الفترة المقبلة الأطراف الإيرانية تعتبر اللين الأمريكي انتصارا لها وروجت لهذا الشيء لميليشياتها لتعطيها الضوء الأخضر بالاستمرار بأنشطتها التخريبية لكن توصيف هذا الأمر بالانتصار يخالف حقيقة طبيعة السياسة الأمريكية التي يتبنىها الديمقراطيون تجاه إيران حيث تراجع بايدن عن تعهداته بحسم الملف النووي الإيراني بنفس شروط ترامب مع اختلاف الطريقة وبدلا من ذلك أعاد الأمور إلى مربع أوباما الأول ويخشى الجمهوريون أن يذهب بايدن أبعد من ذلك من خلال رفع جميع القيود عن نظام خامنئي وإعادة تدويره على المستوى الدولي